لا قرارات في باريس هناك حيث اجتمعها أصدقاء سوريا ومعارضتها والأداف التي من أجلها جاء وعادت في الحقائب الدبلوماسية للوزراء والأصدقاء دون تحقيق أي منها فيما القتل هو المتحقق على الأرض الأرض السورية المشتعلة بالحرب منذ خمس سنوات بيان مؤتمر جينيف واحد كان القاعدة والمنطلق لما سيخرج به المجتمعون لو أنهم خرجوا بشيء فلا التأسيس لعملية انتقالية سياسية ولا إنشاء حكومة انتقالية تملك صلاحيات واسعة تمكنها من وضع دستور جديد للبلاد ولا إجراء انتخابات مبكرة تأتي بحكومة جديدة من غير بشار الأسد خرج في بيان باريس الختامي والوزراء الذين جاءوا بالحلول لم يرجعوا حتى بخفي حنين المعارضة السورية لها ما لأصدقائها من اجتماع باريس وقد خرجت خفيفة من التوصيات الثقيلة التي دخلت بها إلا من التفاؤل والأمل بالعودة إلى محادثات جينيف بعد أن يرقع النظام خرقه الهدنة التي مزقها في حلب وإشقها الآن في إدلب وريفها الهدنة المهلهلة تسعى الولايات المتحدة وروسيا جاهدة إلى إبقائها ولو صورية فهي الخيط الرفيع المتبقي لحفظ ماء وجه المجتمع الدولي في حضرة الدم السوري المنتهك غير أن رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة أسعد الزعبي له قول آخر ربما هو الأكثر قوة في مزاد الكلام الرخيص الزعبي الذي قال إن أي اجتماع بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافرو ونظيره الأمريكي جون كيري يعني مزيدا من القتل في سوريا قال أيضا إن حضور كيري اجتماع باريس كان بهدف تعطيل أي قرار لصالح الشعب السوري وذهب إلى بعد من ذلك حين رأى إن الهدنة التي أقرتها موسكو وواشنطن هي فقط لترتيب قوات النظام على الأرض وإعادة ترتيب أوراق بقائه لأطول فترة ممكنة وما إن يتمكن من فعل الخراب حتى يواصل فعله وها هو الآن يواصل في إدلب